قبل عامين وأكثر كانت المعارك الأخيرة للميليشيا تدور هنا في هذه المناطق حينها كانت الميليشيا تنحسر وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تتقدم هذه المناطق هي الحشى والأزارق بين تعز والضالع وكذلك أيضا منطقة المسيمير في لحج التي أصبحت هي الأخرى ساحة للمواجهات المعلومات الواردة من تلك المناطق تفيد بأن قوات الجيش الوطني تخوض معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي في أطراف مديرية الأزارق بمحافظة الضالع وبحسب مصادر ميدانية فإن الميليشيا حققت تقدما في نقطة تورصة الأمنية مشيرة إلى أن قوات الجيش تصدت لهجمات الميليشيا وأجبرتها على التراجع إلى منطقة مقيلان بين مديرية الأزارق وماوية التابعة لمحافظة تعز الخسائر الأولية المذكورة عن هذه المعارك تفيد بمقتل وجرح أكثر من 15 من عناصر ميليشيا الحوثي فيما قتل جنديان من أفراد اللواء 83 مدفعية خلال المواجهات التي تركزت في جبهة مريس وعطفا على كل ما ذكر سابقا فإن خذلان التحالف والشرعية للجبهات بدأ يثمر لصالح الميليشيا وهو أمر يضع العديد من التساؤلات عما يخاطط له وما يراد من نتائج لمعركة السعادة الشرعية القابعات في الرياض ترجمة نانسي قنقر